مسلسل عميل توقعات أحداث الحلقة 16 بتبدأ توقعات أحداث الحلقة 16 من مسلسل عميل بعد ما أمير بيصفن ببسام وملحم وبهي الأثناء بتكون عم تنتهي المسرحية وخولة بتيجي لعند أمير وبتفرح أنه أمير ما أخذ اللابتوب وبيقل لأمير شوفي خولة وبتكون مقربع عليه فهون خولة بتقرب منه وبتبوسه لأمير لأنه ما كان عم يستغلها مثل ما كانت مفكرة وبتقلص المسرحية بهذا الوقت وبيقل لأمير لخولة لسه بدك يعني روح فبتقول له خولة لا تروح أمير خليك معي والمفاجأة أنه مرته لملحم بتكون واقفة وعم تسفق لمصطفى ابنه وبتلمح أمير عم يبوسه لخولة بعدين بيجي مصطفى وباقي الولاد وأمير بباعي ضغري عن خولة وبتيجي أمه لمصطفى وبتقول له لأمير أنت وخولة شو كنتوا عم تعملوا هون فبيقل له مصطفى نسي العكازة وعطيتوا ياها فبتقول له مرته لملحم قالوا كتير والله يا أمير أنت بتلحق على كل شي فبيقل له أمير إذا ما بتأمريني بالشي فين يروح مدام والرجال العميد خليل بيرجعوا من دون ما يقبضوا على ملحم ملحم وبسام بيطلعوا من المسرحية مشان يشوف الشحنة وبتصل فيه كمال وبيقل له بابا ملحم مشي الحال وصلنا ومعنا الشحنة وأمير بيطلع بالسيارة بسرعة وبيكون رايح باتجاه السيارة يلي فيه الشحنة يعني عند كمال بسيارة الجنازة خولة بتتصل بأمير وبتقول له أمير فيني أعرف وينك وليش اختفيت فجأة فبيقل له أمير لا تواخديني بصار معي شغلة كتير ضرورية ولازم روحها للبيت فهون بتقلع خولة وبتقول له طيب خير شو صاير معك؟ فبيقل له أمير لا تاكلها مو صاير شي فبيقل له طيب يلا سكر فبيقل له أمير لأ انت سكري بالأول فخولة نفس الشي بتقول له انت سكر بالأول فبيقل له أمير طيب ماشي أمرك وبيسكر وهون خولة بتبتسم وبتقول مجنون هالأمير أمير بيوصل على المكان يلي فيه الشحنة وبيفتح باب السيارة وبيفتح التابوت وبيكون بقلبه لبضاعة وبيقول رح قدفنك يا ملحم بهذا التابوت بإيدي هدول وبيصير في صوت أو يصادر من نفس المكان المتواجد فيه أمير وبيسمعه أمير وكمال وأمير بتخبط تحت السيارة وكمال بيقل له للشبي اللي معه كأنك ما سكرت باب السيارة منيح بيقل له كمال أنا رايح أتأكد فهون كمال بيروح ليفتش المكان وما بيلاقي شي لا السيارة ولا لجنبه وبيرجاله عن باب المستودع أمير بيطلع من تحت السيارة وبيروح باتجاه باب المستودع اللي يشوف مين فيه وبيبعث رسالة العميد خليل وبيكون مكتوب فيه أنا صرت بالمستودع والبضاعة موجودة هون وملحم جاي على الطريق فهون العميد خليل بياخد للرجال وبيروحوا على المداهمة ملحم بيوصل على المستودع وبينزل من السيارة هو ورجاله ورجال بسام وبيقل له تعال لنشوف البضاعة جوا فهون بهي اللحظة بيوصل العميد خليل مع الرجال المداهمة وبيمسكوا كل الرجال مع أسلحتهم والعميد خليل بيتفرج على ملحم وبيقل له اليوم نهايتك يا بياع الكباب وملحم بيكون كتير متلبك ومو عرفان شو يعمل أو شو يتصرف وبهي اللحظة بيصير انفجار كبير بالمستودع وكل العالم بتبعد عن قدام المستودع أمير بيكون لساته جوا وبيحس على حركة بالمستودع فما بيعرف مين هذا الشخص وبشوف خط نار شاعل وهذا بيعني انه رح يصير انفجار جوا المستودع لهيك بيركض لبرة وبيكون اللي عمل هاي الشغلة هو ويسام لأنه وقت كانوا لسا موافين الشاحنات بينتبه على العميد خليل عم يضحك فبيستغرب لأنه لازم يكون زعلان كتير وبهذا الوقت بيكون عم يحكي مع أمير وبيقول له انه انت لازم تعرف بسام والقصة عندك وويسام بيتصل من تليفونه الأول يلي عطاياه ملحم للتاني يلي كل الناس بتعرفه انه لإله وبيحطه بالباب المفتوح عند الشحنة مشان يسمع الحكي تبع العميد خليل وبيقدر يسمع الحكي وقت كان عم يقول العميد خليل لأمير عن جهاز التعقب يلي ينحط على سيارة الجنازة يلي عم يسوقه كمان وهون بيخلص شحن موبايله لهيك ما بيقدر يعرف مع مين عم يحكي وبيحمل حاله وبيمشي باتجاه المستودع بطريق مختصر ليقدر يعمل يلي عمله ويشعل النار بالمستودع وهون بياخد سيارة الجنازة وبيطلع فيها ويسام مشان يهرب الدليل الوحيد على المعلم ملحم أمير بيلاحظ انه سيارة الجنازة ما عد موجودة وبيلحق بسيارته على جهاز التعقب وبيكون العميد خليل مع باقي العناصر لسه برة وبيعطي أمر لحتى يفوتوا ويفتوا جوه المستودع وبيكون رح يوقف قلبه لملحم بس العناصر بيطلعوا من المستودع وبيقولوا للعميد خليل سيارة الجنازة موجودة سيدي بيعصب العميد خليل من اللي صار وبيطلبنا العنصر يجب له جهازه من السيارة فهون ملحم بيقول له لخليل هلأ صار فينا نمشي يا سيارة العميد فبيقول له خليل هاي هي ساعتك الأخيرة لهيك بتمنى تنبسط فيها وبياخد الجهاز وبيشوف وين صارت الشحنة بس ما بيكون عاجبه انه انفضح قدام العالم مش شرطه موقفته وبيهدده لملحم بعيلته وبنته فهون ملحم بيعصبه بيقول له انتبه على كلامك قدام مين عم تقوله وكمال بيوقف قدام بسامه وبيزوره لبسام فبيقول له بسام انا بحب الشباب يلي متلك بس لو كنت مكانك كانت فكرت قدام مين اعمل هاي الحركات وبيرجع العميد خليل واللي بيكون عطى امر انه يلحقوا سيارة الجنازة يلي هربوها وبيقول لهم لملحم وبسام لو كنتوا عم تحكو انتوا الجوز وملحم ما بيرد عليه وخليلي بيحكي على اللاسلكي طمني شو الوضع فبيقول له العنصر قربنا سيدي نحنا عم نلحقه ما باقي كتير بيجي امر على اللاسلكي عند ويسام انه يلحقوا سيارة الجنازة وبيقول لهم علم وراح خلي الكل يستنفر فورا وهنين ما بيعرفوا اساسا انه هو اللي ماشي بالسيارة وبيكون في مسافة بينه وبين امير اللي عم يلحقه عبر جهاز التعقوب بالشرطة وهون ويسام بيشوف سيارة شحنة صغيرة مرأة من جنبه فبيزدشي هذا التعقوب فيها من دون ما ينتبهي اللي عم يسوقها وبيكمل طريقه وبينزل البطاعة بمكان مقطوع وبيمشي وبحط السيارة لقدام بغير منطقة وبينزل وبركب سيارة مرأة وهون عناصر الشرطة بلاقوا التعقوب مصحيح خصوصي بعد ما يشوفوا انه اللي عم يلحقوها هي شحنة مو سيارة جنازة اما امير بس يعرف اللعبة بيدور على الطريق الثاني وبلاقي فيه السيارة بس فاضية ما فيها لبضاعة ولا الشوفير يلي كان عم يسوق وبيخبر العميد خليل بهذا الشي والعميد خليل بيركب راسه وبياخد ملحمه بسام ورجاله على الحجز بتاني يوم الصباح بيكون الشاب يلي عم يشتغل عند ام امير بالمطعم جاي بصحول من عند الجيران بيوقعون جوه المحل فهون بتتعرف عليه نور وبتسأل ام امير شو طاير بالحارة ليش كتير فيه حركة بالشارع فبيقول له فيه واحد كأنه كتير محبوب بالحارة اسمه ملحم الشرطة موقفته وهو بيهلأ بالحبز وكل الناس رايحة مشان تدعمه قدام مركز الشرطة وبيكون فيه زباين من المحل ووقت يسمعوا هذا الكلام بيحاسبوا وبيطلعوا فورا ليطلعوا مع باقي الشباب فهون نور بتقول لازم اتصل بامير واتطمن عليه فبتقل له ام امير ايه خايفة ما يكونوا اخدوا مع هداك يلي ما بيتسمى وامير برد عليها لنور وبتقول له لو وينك فبيقل له امير بالشغل ليش فبتقول له نور سمعنا انه اخدوا ملحم لهيك اللي انا عليك فبيقل له ما فيه داعي تقلقوا انا شو دخلني انا مجرد شوفير وبتسكر نور وبتقل له لام امير انه هو مجرد شوفير وما عاد فيه داعي تخافي عليه وما له علاقة بهي القصص بيتصل امير بالعميد خليل وبيقل له لو صاير بالحارة انه جايين اهل الحارة لا يتضامنوا مع ملحم قدام الفرع فبيقل له خليل بسيطة يجو ما رح يتغير شي فبيقل له امير شو رأيك اعمل شي قصة لا اقدر تفوتني لجوة بل كي بقدر بعرف وين ما كان لبطاعة فبيقل له العميد خليل لا ما في داعي يا ابني انت خليك عيونك برا علي هون افيض لقيلنا هيك من كون حكينا لكون توقعات احداث الحلقة 16 من مسلسل العميل ان شاء الله تكون الاحداث عجبتكن ولا تنسوا تشاركوا الفيديو بين رفقاتكن اشتركوا في القناة